أن المساعدات التي يمررها في بعض المناطق لا تذهب إلا إلى المسلحين وهؤلاء المسلحين إما يبيعوها إلى المواطنين بأسعار غالية أو أنهم يتاجرون بها ويحصرونها بعناصرهم الإرهابية المسلحة أو أنهم يبيعونها في السوق السوداء لذلك نحن قلنا ما يلي هذه المساعدات إذا كانت خاضعة لإشراف جهة دولية محددة بمراقبة من منظمات دولية محددة وموثوقة بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي بما في ذلك الهلال الأحمر العربي السوري وهو منظمة إنسانية فنحن على استعداد لتمرير هذه المساعدات لأهلنا لكن جو بايدن وبعض الدول الغربية تريد إيصال هذه المساعدات فقط وفقط إلى المسلحين والإرهابيين وهذا هو مخططهم وهذه هي حربهم على سوريا بصراحة أعود مرة أخرى لأقول أن الدولة السورية على استعداد لتمرير المساعدات إلى أهلنا في المناطق التي تسيطر عليها الدولة وفي المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة لكن يجب أن نضمن أن هذه المساعدات لا تصل إلى الإرهابيين والمسلحين هؤلاء يقتلون الشعب في المناطق التي يسيطرون عليها وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك في إطار حربه المؤلنة على الإرهاب إذا كانت هذه الدول صادقة في هذه الحرب على الإرهاب لكن نحن طبعا لسنا ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الأتراك هؤلاء بشر وهؤلاء تعرضوا إلى كارثة إنسانية لكن ما نريده هو أن لا تصل هذه المساعدات إلى المسلحين